السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي اولى سنوي عاملين ايه يا رب ان شاء الله تكونوا بخير ده فيديو حل ملزمة المراجعة الاولى واللي كده كده بيتفرج على الفيديو ده ومش مع الملزمة ما تشغلش باله خالص يسابلك بإذن ده الملزمة في الوصف بتاع الفيديو او الديسكريبشن بتاع الفيديو وكده كده انت قدامك الملزمة على البورد هيد الوقتي معانا هنحلها مع بعض بإذن الله بحيث نص مناج الاول ده او ملزمة المراجعة الاولى فيها ثلاث وحدات يونت 1 و يونت 2 و يونت 3 انا هحللك على الثلاث وحدات دول بالكامل بإذن الله سواء القواعد او سواء الكلمات في اسئلة بتكون سهلة ومتقررة بنعديها على طول في اسئلة بيكون فيها افكار جديدة دي اللي بنقف عندها شوية انا ما عنديش مشكلة وبقول لك هو في اول فيديو لو سرعت الفيديو شوية مش مشكلة عادي بس لما تلاقي بقى سؤال انت مش فاهم اجابته او مش عارف اجابته اوي بطق الفيديو بالسرعة العادية بتاعته اسمع الشرح واحدة واحدة على مهلك وبعد كده ابقى سرع الفيديو زي ما انت عايز انا مطلوب منك ايه او طالب منك ايه في الفيديو ده طالب منك بس ان انت باختصار شديد تسمع الافكار والاسئلة عشان باذن الله هتلاقيها في الامتحان بتاعك في يوم الحد دي الملزمة المراجعة الاولى باذن الله نخلصها سوا بالكامل طبعا الملزمة دي كده كده للناس اللي عارفة هي فيها شرح الاول والكلمات وكل الكلام ده وبعد كده بقى في الاسئلة بتاعتنا تعال نبص عليها سوا مع بعض نفتح صفحة سبعة بالزوب صفحة سبعة homework on vocab unit one تعال نمسك كده سؤال سؤال مع بعض ونشوف الدنيا معانا تمشي ازاي بيقولك هي ان احنا ندي اجازات لاماكن الاماكن دي على الاغلب بتبقى الحيوانات اللي فيها endangered معددة بالخطر او معارضة للخطر طبعا دي ايه دي الايكوتوريزم او السياحة البيئية بالمناسبة اتفقنا مع بعض ان مقطع ايكو ده بيخلي الكلمة ليه علاقة بالبيئة زي ايكو سيستم النظام البيئي زي ايكولوجي في علم البيئة وهكذا السؤال اللي بعده بيقولك في بندة قليلة جدا في العالم اليومين دول فيبقى البند ايه مستر يبقى البند دي حيوان endangered محدد بخطر الانقراض اه بيقولك هي left in a nought house هو عايش في بيت ايه مفيش اي بيوت حواليه با هو عايش في بيت منعزل منعزل isolated خد بالك اللي بعده التلوث ليه تأثير سيء على البيئة بص هنا ا ا ا دي بتيجي مع المفرد ماشي طبعا احنا اخدنا في unit 4 ان a او an بتيجي مع المفرد فيعيني الطالب هتقولك اه ليه تأثير تأثير يعني effect بس ديها ولا effects اخرها ايه اس جمع ماينفعش ابدا ان انا حط معاها a او an خلاص يبقى انا عايز الكلمة اللي معناها تأثير وبتسوي كلمة effect هي كلمة impact بعد كده ما تلقش اله ما تلقش بشأن الكتب don't worry worry يعني ايه لا بشأن الكتب لان المدرسة بتقدمهم لينا for free بتوفرهم او بتقدمهم اسمها provide مهمة جدا كلمة provide الحكومة ياجب انها تهتم بالناس اللي عندها دخل ايه income يعني دخل دخل محدود كلمة limited يعني محدود سمعنا من فترة كده الناس عاملة hashtag محتاجين unlimited internet internet غير محدود limited يعني محدود unlimited يعني غير محدود السياحة البيئية بتساعد help tourists بتساعد السياح to be educated about conservation بتساعد السياح او بتعلم السياح يكونوا متعلمين بشأن conservation conservation يعني المحافظة على انما conversation يعني محادثة دي ما لاش علاقة بينا مادغاشكا is famous for its ecotourism طبعا دولة مادغاشكا المشهورة بالسياحة البيئية بتاعتي بص famous for وعايزة تعمل ايه في النظام البيئي بتاعها عايزة تحمي النظام البيئي protect بمناسبة protect عكسها damage and destroy destroy damage يعني يدمر انما protect يعني يحمي او save طبعا بيقولك هي حيوانات اه ونبتات في البيئة او الحيوانات اللي في البيئة بتاعتنا طبعا ده هيعتبر amster the ecosystem النظام البيئي النظام البيئي بيتكون من الحيوانات والنبتات اللي في البيئة بتاعتنا بيقولك متغاشكر فيها 80% من الحيوانات وتسعين في المئة من النبتات اللي مش موجودة في اي مكان تاني كلمة موجودة او يتواجد عندك السنة دي وعندك السنة الجاية باذن الله تانية سنوي اسمها exist. خد بالك في كلمة اسمها exit يعني خروج انما exist يعني موجود. بيقول لك هما عايشين في مدغشكر كنا اتفقنا مع بعض حيوان الليمور اللي قلتلك عليه كان في كارتون زمان بتعرض اسمه بطاريك مدغشكر كان فيه حيوان كده صغير قلتلك عليه قبل كده ده اسمه المرس او الليمور. مصر بتقدم سياحة بقية وعايزة تحمي البيئة بتاعتها بطول البحر الاحمر. قلت لكم الكلام ده قبل كده بقوله لك تاني كلمة دي معناها بطول. انما long. ولونج دي معناها حاجة طويلة. هو انا عايز يقولك بطول البحر الاحمر. يعني على الطوال او بمحاذاة البحر الاحمر. بلونج معناها يخص ملاش علاقة طبعا بينه. السياح ممكن يعوده في قطلات المبنية من مواد خام طبعية صديقة للبيئة. بصوا يا شباب. انا اقدر اقول which are built. الصح? ان انا اقول المبنية من مواد خام. طب لو انا ما عنديش التكوين ده. بالمناسبة التكوين ده بيتكون من ايه? بيتكون من ضمير الواصل. هناخد الترمي التاني. وهو ر. وتصريف التالت اللي هو built. لو انا ما عنديش التركيب ده على بعضه في الاختيارات. لو بفعلا ببصيت هتلاقي من غير which. هتلاقي من غير ر. لو ما عنديش التكوين ده كله. نقدر نستخدم التصريف التالت بس. فالتصريف التالت اللي هو مين? build. build تجاهي من فعل build يعني يبني. tourist who go diving should avoid damaging the fish and the quarrels. الشعب المرجانية المفروض نتجنب. avoid يعني يتجنب. نتجنب تدمير السمك والشعب المرجانية. جزيرة جلاكوباكوز اللي في اكوادور مشهورة بالحيوانات بتاعتها اليونيك. الحيوانات الفريدة او مميزة. كلمة يونيك يعني فريد او مميز. حاجة مش موجودة في اي مكان تاني. ولو سعلك على حرف الجر اللي بيجي معاها هو حرف الجرتو. اه ما تغشكر مشهورة حيوانات اهو فريدة من نوحة او اكوادور معلش مشهورة بحيوانات فريدة من نوحها. زي الجاين تيرتلز السلاحي في العملاق اللي بيعايش هناك. بص زي هي كلمة like و as. بس خد بالك as بيجي بعدها. اه مسلا اجي اقول لك اه انا شغال كمدرس. فبيجي بعدها حاجة طبيعية او حاجة حقيقية. ماشي? حاجة حقيقية. انما like بيجي بعدها حاجة غير حقيقية. اجي اقول لك مسلا عارفين في البلغة ده من ايه? الجندي كالاسد. بيوصف الجندي ان هو زي الاسد. هنا برضو حرف الكاف ده اللي هو زي يعني. بس دي يا مستر like لان حاجة غير حقيقية. هنا بيقول لك بنتكلم على السراحة في دي حاجة حقيقية عادي. يبقى such as giant turtles. كلمة sustainable بتسوي في المعنى كلمة اي? بتسوي في المعنى كلمة continuous. اصلا كلمة sustainable يعني مستمرة او مستدام. عكس كلمة safe. safe يعني حاجة امنة. عكسها كلمة hazardous. حاجة خطيرة. اه هو مش بيستخدم اسمه الحقيقية. هو بيستخدم حاجة اسمه يا مستر. اسمه مستعار. لما انا مثلا اه مش عايز الناس تعرف اسم الحقيقية. فاقول اسم تاني غير اسم الحقيقية. ده بنقول عليه يا شباب اي? بنقول عليه اسم مستعار. بن نام. انما لو حد بيدلعك بنقول عليه ايه يا شباب نك نام. اه كومودو ناشنال بارك. زيرة الكومودو او اه الحديقة بتاعت الكومودو اللي موجودة في اندونيسيا. مشهورة بالايكوتوريزم ديستينيشن. يعني ايه ديستينيشن جهت وصول الناس بتروح لها من كل مكان? لانه معروف ان فيها تنين الكومودو. كومودو دراجون تنين الكومودو او بيقول لك موجود في اندونيسيا. في الماضي بيوتنا كانت مبنية من مود بريكس اللي هو الطوب يا شباب الطوب اللي هو القديم ده. اه ومواد خام بدائية. فكلمة مواد خام يعني بالمناسبة متني دي عندنا في القصة بتاعتنا بمعنى انقلاب. الناس تتفرجت على فيديو القصة هتبقى عارفة معناها ايه. نيجي بعد كده. اغلب الحياة البرية بتاعت اندونيسيا بما شمالها الكومودو دراجون موجودة هناك بس. فكلمة حياة برية اللي هي الويلد لايف. احنا بناخد اه ادوار عشان نجاوب تيك ترنز قلتلك عليها اه قبل كده تيك ترنز يعني يتناوب الادوار كل واحد ياخد دور. تيك بلايس يعني ايه يا مستر تيك بلايس يعني اه يحدث زي زي هابن كده بالزبط. اه مشهورة طبعا الناشنال بارك اللي النونيسيا مشهورة بالبنك ساند بالرمل بتاعها اللونو بينك قلتلك عليها قبل كده في الحصة بتاعتنا الاصلية. في حيوانات في العالم محتاجين نحميها يبقى الحيوانات دي اندينجرد. اه بيقول لك اغلب الحيوانات عايشة في اماكن ايه الناس مش بتشوفها يبقى اماكن دي اكيد ايزوليتد منعزر. اه السياحة اه ليها تأثير على المدينة بتاعتنا او البلد بتاعتنا فليها تأثير يعني امباكت. ما عنديش امباكت اقدر استخدم كلمة ايه? افكت. طيب اه العالم الطبيعي اللي حواليها طبعا هو الانفيرومنت البيئة. عكس كلمة وايد. وايد يعني حاجة اه برية يعني موجودة في الشرع عكسها حاجة موجودة في البيت اسمها دوماستيك. دوماستيك يعني حاجة منزلية او في البيت. من المهم ان احنا نستخدم مواد خام اه طبيعية لما نجي نبني ايكو المتاريال يعني مواد خام. يعني محلية طبعا. او بيقول لك ان الكومودو دراجون موجود في اندونيسيا مش موجود في اي مكان تاني يبقى هو كده فريد او ممائز لاندونيسيا يونيك تو زي ما قلتلك. هي للناس اللي عايزة اجازة طبعا دي السياحة البيئة لانها عايزة اجازة والناس دي في نفس وقت بتحترم البيئة. محتاجين نتأكد ان make sure خد بالك make sure على بعضها. لو سألك نقط sure make ولا دو تقول له make sure. اه بيقول لك محتاجين نتأكد هنا ان السياحة تكون ايه اما الناس هتبطل تيجي محتاجين نتأكد ان السياحة تبقى مستمرة او مستدامة. اه تفتكر ليه الانسان الغاب اللي هو الورنتين دامستر قلتلكو عليه قبل كده هو منكي عبارة عن ارد بس عنده درعات طويلة وما عندوش ديل. يقول لك ليه تفتكر بيختفي? اكيد مش البرتقان ولا الميا ولا اعضاء جسم الانسان. بيدوا الاكل للانسان الغاب. مين هما مستر? اسمهم الى هما المحافظين على البيئة. طبعا هما خايفين عليه من وينقارد فبيحاول يدلوا اكل ويساعدوه مش عارف ايه. دراحة بدأ يحصل له ايه? مكان ما النحلة قرصتها بدأ يحصل له يتورم. انا بكره ان انا اطلع التل اهال يعني تل وانا معاه كل كل المشترات دي. لان ده بالنسبة لها تبقى رحلة شقة طبعا لا تريك. ما تتكيش او ما استنتش على الشباكة اما اعطوها. انا بفضل اكل الفراخ بتاعي سبايسي حراقه. هو حيوان اهو زي ارد كبير ومعندوش ديل وعندو رعات طويلة طبعا هو الايه? انسان الغاب. اقرب مستشفى از نقط او اقرب مستشفى قريبة للمركز او المكان بتاع انسان الغاب. خلو ستو. لطلقك خلو ستو بتصوى كلمة قريب. اه الحراء اللي في غابات الامازون. طبعا امازون دي اه غابات بيقول عليها غابات يا مستر مطيرة. يقول لك استمرت وزودت الاحتباس الحراري. الدنيا هنا رائعة وفيه حاجات كتيرة ممكن نعملها. فيه تعبير اسمه كثير من اللي هو كلكم عارفينه. فيه بقى حاجة تانية بتسوي اسمها أخدناها في نتوان. بتجد ان التدريس صعب جدا في فصل مليان بالايه في المدارس السنوية. طبعا في المدارس السنوية هيكون في اللي هم المراهقين اللي في سنة كده. دوله اعمل شيء ايه قبل ما تنام زي انك تقرأ كتاب او ان انت تستحمى دش كده بارد او دش حط يعني ساخن. طبعا كده اعمل حاجة ريلاكسنج شيء هيرياحك اوي يخليك كويس. كل الفينجر برينت كل اللي بنقول عليها شاب بصمة الصباح بتاعت الانسان بتكون مختلفة من الانسان اللي تاني استحانة تلاقي الاتنين زي بعض. يبقى اكيد بصمة الصباح تعتبر حاجة يونيك فريدة من نوح. بنيجي بعد كده يونتو بيقول لك اه المصريين كلهم بيحبوا محمد صلاح او بيعشقوا محمد صلاح ادمير طب ليه مش ادمير ده ادمير دي يا شباب. ما ايش ناسي. يبقى دي جملة مبني المجهول. وهنا بيتكلم على المصريين. المصريين دولا مش مبني المجهول ولا حاجة. اه الاسود في افريقيا كلها بتختفي فيجب ان احنا نحافظ عليهم الاسود بتعمل لها دي سابير. محمد صلاح عنده القدرة على تسجيل اهداف عنده القدرة. من لشباب كتير صلاح يعتبر رول موديل. خد بالك رول موديل دي. دي معناها قدوة. الشباب يعتبر محمد صلاح قدوة. رول دي هو اصل لغبطك. رول دي اصلا معناها اه قاعدة. اه رول موديل دي معناها قدوة حسنة. ورول وحدها معناها دور. انا عايز عايش في لندن دي الرغبة بتاعتي. دي الديزير بتاعتي. كلمة ديزير يعني رغبة. اه في ناس ممكن تقول يا مستر طب ليه مش واش مهي? واش برضو معناها رغبة او قم نقل. لانه هنا بيقول لك ات از ماي از. يبقى الكلام مفرد. المفرد يبقى ديزير واشس جمع. لما اجي قول لك ات ار او بقى مش هينفع طبعا ات وقتها اقول زي ار ماي واشس. دي رغباتي. عمتي راحت للصيدلية الفارماسي والكامست الصيدلي. كشف على ضغط الدم بتاعها بلود بريجر. اه اه افري وان هستوم اميرس كل شخص عنده زاكرتين. زاكرة قصيرة المدى وزاكرة طويلة المدى long term. دكتور مكدي عقوب اه بيقول لك بتساعد الفقراء في مصر ببلاش يبقى ديها مستر تعتبر ايه? تعتبر charity. جمعية خيرية. منظمة حماية القصود بتشتغل مع المجتمع عشان تساعد القصود وتساعد اللايف ستوك المشيها. بتشتغل مع المجتمع يبقى works with the community. اه صلاح اه has been praised. محمد صلاح يعني praised يعني اه ناس بتشكر فيه. لانه كايند ولانه شخص طيب وكمان عمل generous donation تبرعات ثخية او كريمة للجامعات الخيرية في مصر. generous يعني اه generous يعني كريم دي اشعب adjective يعني adjective صفة. انما generosity دي معنى القرم نفسه. هلأ اقول عمل تبرعات كرم لعمل تبرعات كريمة كريمة. كريمة اللي هي generous. اه الرجل الغني كان بيدوء كان عنده مشكلة في الدم فعائلته كحب بتدور على ايه? كحب بتدور على الدونر متبرع. my teacher always not ask advice. دايما المجالس بتاعنا بيدينا نصائح give give us advice. what about doing? تعبير what about? بيجي بعد وفير باخره اي انجي قلت لك الكلام قبل كده في unit 5. فريق انه سجل هدفين وتكسب ماتش سجل يعني scored. اه يجب انك تشتغل بجد عشان تحقق هدفك يحقق يعني achieve. بابايا has not got me a lot. I do just like him. لو بابايا بعمل نفس الحاجة اللي هو بيعملها يبقى بابايا كده مؤثر فيا او الهمني. يؤثر او يلهم يعني ايه يا مستر؟ يعني influenced. بنسمحها كتير قوي اه على الفيسبوك والانستجام يقول لك انا بقت influencer بقت مؤثر وسط الناس. فكلمة influence يعني يؤثر. لعبين كرة القدم دلوقتي باهم ايه? مش هوين. كرة القدم بقت وظيفتهم. يبقى هما كده بقهم ايه يا شباب? هما كده دلوقتي ناس professionals محترفين. خد نصيحتي وهتجيب اه درجة عالية take my advice. لو عايز اقول listen اللي هو استمع اسمها listen to my advice. بس هي طبعا الصحة take my advice. اه نهر النيل بيلعب ايه? اه بيلعب دور ايه في حياة المصريين? بيلعب دور رئيسي. خد بلك بقى الكلماتين دول مهمين قوي. major يعني رئيسي. minor عكسها يعني فرعي. حاجة كده ثانوية او حاجة ملاش لازمة. نقر النيل بيلعب طبعا دور رئيسي في حياة المصريين. يبقى major. can you take photographs? هل تقدر تلتقط الصور? محمد صلاح ايه? اه جول حاسم في اخد ديها في الجيم سجل هدف يبقى score. مصر كسبت كاسل امام الفريقية في عام الفين وتمانية يبقى one. handcapped اللي هم زهوا احتاجات الخاصة بيتاك بارت بيشاركوا في الايه? اه مش بيشاركوا بقى في الاولمبيات بيشاركوا في حاجة اسمها باراليمبكس اللي هي الالعاب الباراليمبية اهي مصر باراليمبك. اوليمبك دي لالعاب الاولمبية بتاعت الناس العادية الناس اللي عندهم احتاجات خاصة بكلهم برضو بيعملوا رياضة عادي خالص بس حاجة اسمها باراليمبك. hard work is the reason العمل الجد هو السبب في نجاحها. for her success. بنجي بعد كده سؤال 27. mr حسن is a hard working teacher. mr حسن مدرس مكتد او عما لزمتك تفين انا عايز انا حر يعني. ف mr حسن مدرس مكتهد اسمها hard working شخص مكتهد hard working. انما hard work ده عمل صعب بيوصف العمل ان هو صعب. طيب line كان. فلازم طالما مفرد يبقى اخطار a هنا طبعا عشان هنا success بحرف الاس. والاس ده اعتبر حرف second. كل المتبرعين. the have their blood pressure and iron level checked before not. كل المتبرعين. بنشوف ضغط الدم بتاعهم. وبنشوف مستوى الحديث في الدم قبل ما يتبرعوا. before donating قبل التبرع. ماشي. بعد كده محمد صلاح سجل هدف وبعد مصر الكاسي العالم من اول مرة منذ عام الف وتسانية وتسعين. send Egypt to send. بتاخد فعل او حرف got two. بعد حدثة بتاعة القطار train many of the not are still in serious condition. اغلب الناس او كثير من المصابين injured. يعني مصابين. my father worked as not. او اعتبر جوابت على الايهبة. worked as. احنا اتفقنا من شوية. as دي يعمل كا. اه معلش هنا. worked as. لا. ده بيقول لك لشركة بتاعة اه السياحة. لا اهو بيشتغل عند شركة السياحة. مش بيشتغل كشركة سياحة. لو كما بقال لك ان هو مسلا بيشتغل مرشد سياحي. يبقى world work as. انما لو هنا بنقول ان هو بيشتغل عند شركة السياحة. يبقى worked for. اه. يعني يعمل لده. بيقول لك هو شخص بيحميه وبيحافظ على حاجة معانية. بيقول عليه اللي هو الحارس او الحامي. المصنع عمل ايه في الفين شخص كل سنة. طبيعيا المصنع بي employ بيوظف الفين شخص كل سنة. بيقول لك المرضى اللي اخدوا العلاج الجديد. الطلب منهم يشوفوا ايه. ويعملوا ايه في التقدم بتاعهم. كلمة progress يعني تقدم الطلب منهم انه هما يرقبوا التقدم بتاعهم. كلمة يرقب يعني monitor. قلت لك كلمة monitor معناها شاشة ومعناها يرقب في نفس الوقت. public opinion is currently against elephant to get their avoid. اه. بالموازل شاب دايما انتعارفين ان الفيل بياخد منه العاج بتاع عشان بقى نعمل به مش عارف حاجات اه عمالة خشبية او حاجات زي كده وغالي جدا ومش عارف ايه. بيقول لك ان دلوقتي اغلب الناس ضد ان احنا نعمل ايه في الاسود او في الافيال. عشان ناخد العاج بتاعهم ان احنا نعمل لهم hunting. hunting جاي من فعل. hunt يعني استاد. وهي من كلمة hunter يعني صياد. مهم قوي الكلمة دي. she is going to employ people to improve her work. هي هتوظف نتشان تحسن شغلها. مرادة في كلمة employ ايه مستر? مرادة في كلمة employ hire. لو ترجمت الاربع اختيارات هتلاقي ان كلمة hire. معناها يوظف برضو او يأجر حد. they are not some fascinating research on the language of dolphins. بمناسبة شاب كلمة research لا بحث ستاخدها في تانية سنوي. برضو تاني ان بياخد معاها فعل do. اجي اقول لك do research. ما عنديش do بس عندي doing. بيقول لك كما بيعملوا بحث عن لغة الدلفين. worried about. قلقين بشأن. بيقول لك ان نوها الان ان هي تسيب بناتها في البيت لوحدهم. I am just not sure. قلت لك لو سألك على شور بتستخدم معاها make make sure. يتأكد. he didn't seem very interested in. يبدو ان هو مش مهتم بالكلام ان انا بقوله. interested in مهتم فيه. بعد الحدثة هي need blood. نقط كم محتاج تبرع بالدم او نقل دم عشان يفضل عايش. blood transplant. اه نيجي بعد كده. اغلب الطلبة start looking for نقط before they leave university. اغلب الطلبة بتبدو ان تدور على وظيفة قبل ما تغادر الكلية بتاعتها قبل ما تتخلص الكلية يعني بتدور على employment توظيف. دي ناون بتاعتنا. اكيد مش هيدوروا على employed يوظف ولا يدوروا على اه موظف ولا يدوروا على اه يوظف برداء. خد بالك دي verb ودي verb. انما يدوروا على التوظيف نفسه employment. هو مبسوط ان هو مدرس في الهاي سكول في المدرسة اللي هي السنوية زي عندنا كده. though being a professor would have brought him more نقط. بس رغم من ذلك لو كان بقى professor في الجامعة ده كان هيدي له ايه اكتر. طبعا يا شاب انتو عارفين الدكاتر ده جامعة يقع عمدون بريستيج اكتر بكتير من مدرسين العاديين يعني. فكلمة بريستيج يعني هي بقى او يعني حية كده ايه جامدة جدا. I'm going to work نقط him in London هشتغل اه يا اما عنده يا اما معاه في لندن ما عنديش معاه وز يبقى عندي عنده لقى كلمة a for work for him. I should خد نقط money اه enough money يبقى earn. خد بالك كلمة money فلوس. وان لو انت عايز تقول يكسب فلوس فتنفع earn وتنفع gain وتنفع when التناتة معناهم يكسب. بس احنا اتفقنا مع بعض gain يكسب شيء معنوي. when يكسب اه في الرياضة مسلا او مصابقة او حاجة زي كده. انما earn يكسب شيء مادي فانا هنا عندي الفلوس ده شيء مادي يبقى earn money. انا رتبت مكان ليك عشان تعيش فيه. اكيد. انا رحت عيش في بيت قذر كان في فران عايشة تحت الارض بتاع انت فاكر كنت بحكي لك القصة بتاع اه ديفيد كوبرفيلد في يونت سيري. قلتلك ان كان في فران عايش تحت الارض. كلمة ارض اللي هي floor. floor دي يعني وردة و floor دي يعني دقيق. في يوم الايام في راجل جاي عشان يزورنا. الراجل ده كان زي ما قلتلك وعليه وقتها انه كان كان راجل بلمب راجل تخين بلمب اي مستر معناها فات او تخين او مليان شوية في الوزن مراته اللي هي ست يبدو عليه ان هي تعبانة كده ورفيعة ده تعبير على بعضه لازم ان انا اكون عارفه البيبي كان واحد من التوقم وهو عنده انزيهاد ابوي فور وعندهم ولد عنده اربع سنين طبعا الولد كان واحد من التوقم توقم يعني توانز الراجل ده كان بيدين بالمال لناس كتيرة خد بالك مش اوند اوند اللي بالان معناها يمتلك ومش بيجي معاته اودي اللي معناها يدين دي اللي بتاخد حرف جارتو البوليس اخده وده فين عشان كان عادي يون وده السجن خد بالك لما انا اعمل جريمة انا رايح كده السجن لغرض الاسم انه انها تحبس يبقى انا رايح البرزم انما لو رايح هزور حد اقول وقتها ازا بريزم دي هناخدها في يونت فور او انتو اخدتوها في يونت فور بس انا عشان بيحل دوقتي في يونت سريه طبعا هو اكيد باقس او حزين بتسوي كلمة ساد طبعا ده عمل تطوعي لانه مش بياخد اي فلوس هو انتقي جاي من كلمة متطوع هو رايح السجن انه كسر القوانين جاي من فعل يكسر هو مكان بنحتفظ به مين او بنخلي في مين المجرمين طبعا اللي هما الكريمينالز اكيد مش الميرشنت والتريدرز التجار ازا نقط هو بيقولك هو بيبيع البضائع مين هو يا مستر الميرشنت طب ليه مش تريد لان التريدر اللي اخيرها اي ار هو التاجر التريد دي يعني يتاجر ماشي فبيقولك هو شخص بيبيع البضائع هو التاجر طبعا دفعت اقديه في العبار بتاعتك باي فور باي فور وانا رايح الكاهرة اي فلت سامسنج نقط رونج انا شعرت بحاجة ببازت او حصلت غلط في العربية بتاعتي بص شاب اسمها ايه جو رونج جو رونج يعني حاجة تحصل غلط طب انا مستر ما عنديش في الاختيارات جو لاني ولا الجملة كلها في الماضي فايه الماضي بتاع جوه الماضي بتاع جوه هيبقى وينت يبقى وينت رونج دايما بيعمل خدع على صحابه قلتلك تريكس اون بتاخد فعل بلاي بلاي تريكس اون او بلاي تريك اون محتاجين نحاول نطور حياتنا حيواتنا عندي ولد عنده 10 سنة اسمها ولد عنده 11 ولد عنده 10 سنة ولد عنده 14 سنة ولد عنده 4 سنة ولد عنده 4 سنة او girl of I sent him a text message بعد ترسالة سياخد بالك message بالE لان مساج دي معناها تدليك ملاش علاقة هو عمل اقتراح خد بالك كلمة فعل اقتراح الاقتراح بقى بتاخد make الناس اللي بصت على الجدول بتاع make could do اللي كان في ملزمة المراجعة التانية كان من ضمنه كلمة اقتراح بتاخد make The hero died عايز يقولك البطل مات في نهاية القصة خد بالك في نهاية at أو in بس in مش بيجي بعدها الشيء لا يأتي بعدها اسم انما at يأتي بعدها اسم فيبقى at the end بيقولك في نهاية القصة محدد انما in the end في النهاية وخلاص في المطلق مش بنجيب بعدها اي اسم وانا ماشي علي stop نقط ميألف تعالي التوقف لكي يعطيني left توصيله دي بقى حاجة ليه علاقة بالوحدة الستة اللي اخدناها نفعل stop لي معنين to المصدر او ing to المصدر يتوقف لكي ing يتوقف عنه فهو توقف لكي يوصلني في طريقي يبقى to give me a left كلمة left يعني توصيله he is looking for a new بيظهر على وظيفة جديدة for a new job ما ينفعش work لان هنا عندي a والا دي بتيجي مع الاسماء التعد وكلمة work عرفنا في unit 4 ان هي كلمة لا تعد هو بيظهر على وظيفة جديدة we arrived late وصلنا متأخر we know at the beginning of the movie احنا فوتنا بداية الفيلم ميزد ميزد يعني فوت ايجا قولك ميزد باص فوت الباص research have not got a substance on coffee acting like morphine بيقولك ان الباحسين اكتشفوا مادة في القهوة بتعمل نفس احساس المورفين ده حاجة شاب زي المسكنات ومش عارف ايه فهم اكتشفوا قريدي حاجة موجودة يبقى discovered انما invented يخترعون ما اخترعونش ولا حاجة جدي كان ايه كلها بنستمع ليه القصص بتاعته هو طبعا كده كان راوي قصص اسمها story teller بويدي اخدناها في unit 6 يعني شاعر playwright يعني كاتب مصرحيات dancer يعني راقل جدي كان من رأس اغفالله رعزيما رب اكيد لا my sister not much money for her driving lessons اختي كان بتدفع فلوس كتيرة على الدروس السوائي اصلا بص هنا مستر عندك فور يبقى paid for paid جاي من فعل ايه اكيد ما كانش بتكسب فلوس كتيرة من دروس السوائي at school في المدارس the student were not in the line according to high بيقولك ان في المدرسة بنرتب الطلبة في الصفوف بناء على الطول بتاعهم الرينج يرتب نيجي بعد كده the young boy felt not after his father death بعد ما بها توفى طبعا شعر بالنها شعر بالبقس او التعايس او كده his job was to phone people هو نقط money and demand payment ووظيفته كان هو يتصل بالناس اللي عامله ايه في الفلوس ويطلب منهم الدفع يبقى بيتصل بالناس اللي بيدينه بالمال owed money charles dickens الكتب بتاعنا the road great not like oliver twist and david coberfield انا قلتلك ان david coberfield دي كانت رواية كانت نوفل يبقى اوه كتب نوفلز روايات زي oliver twist و david coberfield الحرمية والمجرمين بيروحوا فين عشان يتلقوا العقاب بيروحوا طبعا البريزن السجن الناس اللي بيستلفوا فلوس كتير بيبقى عندهم dates عندهم ديون كلمة dates ديون will be فيها silent a father has to work hard to not out enough money الاب بيشتغل بجده عشان يكسب فلوس earn money dickens wrote magazine not when he worked as journalist كان بيكتب قصص في المجلات وكده لما كان شغال صحفي طبعا قصة اللي في المغرب بنسميها stores انما لما بتبقى قصة مستقلة وتبقى كبيرة بنسميها وقتها رواية i must be not for my work so that i can support my family يجب ان انا يحصل ايه في الشغل بتاعي فعشان كده اقدر اساعد عائلتي i must be paid for برضو paid for جاي من فعل pay يدفع لازم يدفع لي عشان اقدر ان انا ساعد عائلتي يتلقوا العقاب دول طبعا الكريمينالز المجرمين بص في النهاية Oliver Twist اتبنى او تم تبني اتبنى يعني ماشي مين شاطر ايه عشان بيقول لي في النهاية في المطلق ما قالكش في نهاية القصة ما قالكش في نهاية المسرحية يبقى in the end الولد قضى وقت طويل بيتفرج على الكارتونات watching cartoons in او on his mobile لما يبقى شاب جايب لكو جملة زي كده في الامتحان النقط في نص بجملة او النقط في اول الجملة تبقى عايز حاجة اسمها اسم الفاعل اسم الفاعل ده فير باخرو ing لما تلاقي جيب لك اربعة تصرفات كده والنقط في اول الجملة او في نص الجملة يبقى انت عايز اسم الفاعل اسم الفاعل ده فير باخرو ing يبقى watching لان هنا في حسف في الجملة بتاعنا فيش هنا فاعل فكنفس فكرة ايه لما while و on بدون فاعل بنجيب بعضهم ing نفس الفكرة كده من المهم ان الكاتب يخطط للقصة بتاعته بلان يعني يخطط بلان يعني طيال ملاش علاقة بلانت يعني نبات ملاش علاقة انا عايز اعمل حاجة تساعد الناس الاخرين في وقت فراغي خد بدك هنا اخر بيجي بعدها جمع الناس هل عندك اي اقتراح لعمل تطوع ممكن اعمله مش فولانتير فولانتير عمتطوع لا عمل تطوعي بعد ما عم يسافر برا ايهافند هيرد نقط هم انا مسمعتش منه ايهافند هيرد فروم هم مسمعتش عنه او مسمعتش منه اي حاجة المناز بتنفع هيراباوت برضو هيراباوت هم انا بقدر البنات اللي بيساعدوا وموتهم في شغل البيت هلب زير مازر ان بيساعدوهم في شغل البيت التدريبات البدنية كان نقط اباك ديفرنس ممكن تعمل اختلاف كبير في صحتك كلمة ديفرنس بتاخد ميك طبعا ديفرنس جاي من كلمة ديفرنس انا هشتغل مع رجل اعمال مرشور جدا قريب سوني يعني قريب فهي اما هشتغل معي ما اشتغل عنده ما عنديش هشتغل معي اللي هي وز بشت عندي هشتغل لديه اللي هي فور لو انت اشتغلت بجد هتكسب فلوس كفاية تخليك تدفع ديونك قرارات كتير قوي صديقي الاجنابي اللي مشوفتوش قبل كده مصر لتبت له مكان فيه عشان يعيش لتبت له مكان فيه عشان يعيش بيقول لك انا رحت بيت قديم كانت فيه فران عيشة تحت الارض اه اندر هنا بقى هو هنا بص مسعلكش على كلمة فلول الارض بسعلك على كلمة ايه تحت اللي هي اندر طيب جدا وعنده ولد عنده اربع سين التعبير ده مهم قوي هو استلب فلوس كتيرة وبيدين بالمال للناس كتيرة فتفقنا عليها افامان ايرنست ويني باوندين نصيحة بالمناسبة اه اللي كان الراجل اللي كان ديفيد كوبرفيل شغال عنده ادهاله قال له لو الراجل بيقبض عشرين جنيه وبيعمل ايه في التسعتاشر هيكون سعيد اعايز يقول لك لو بيقبض عشرين وبيصرف تسعتاشر هيكون سعيد كلمة يصرف سبند هي مستر ديساند يعني يرسل لقى سبند يعني يصرف وممكن بالمناسبة سبند ماني يعني يقضي وقت فكذا قلتلك وقتها لو بيقبض عشرين بيصرف تسعتاشر هيكون سعيد عادي انما لو بيقبض عشرين وبيصرف عشرين جنيه وعليهم بني عليهم ارش او عملة زيادة وقتها هيكون مزربل هيكون باقس او تعيس نيجي بعد كده للقواعد الواحدة الاولى جاك هاد ارانجد توبازد جاك رتب ان هو يزور مدغاشكر بفور هي نقطة يونيورستي قبل ما يبدأ الجامعة بالمناسبة هنا هاد يبقى الكلام ده فين في الماضي يبقى انت عايز تشرب على اي حاجة في الماضي نشتبع على ستورتس اول واحدة ماشي هاد ستورتد ده نفس الحاجة هاد ارانجد هاد ستورتد ده اسم الماضي تام هناخد في الترمي التانى بإذن الله ان الماضي التام بيبقى حدث واحد بس في الجملة مش اتنين يعني ما نفعش اتنين يكون ماضي تام طب ووز ستورتنج يعني ده حدث مستمر هل هنا في اي حدث مستمر لا ده بيقولك عايز ان هو يشوف مدغاشكر قبل ما يبدأ الدراسة بفور هي ستورتد يونيورستي مونا وز لينينج اوت وفزبوت كانت متكك كده على القارب وانشي نقطة هريفون لما وقعت الموايل بتاعها طبعا دول حدثين حدث مستمر والتاني قاطع خليها قاعدة ستة عندك لو عندك حدث مستمر ده بنخليه ماضي مستمر لو عندك حدث مستمر جنبه بنخليه ماضي مستمر فالتنين بيكونوا ماضي مستمر انما لو عندك حدث مستمر وحدث تاني بيقطعه المستمر هيبقى ماضي مستمر والقاطع هيكون ماضي بسيط الماضي مستمر هو وصل او وسبص أخري اكبر اي اوأي اي دي او فعل غير منتظم زي هنا دراوب د Dynasty last year اخر سنة احنا روحنا لمدينة جميلة في ايطاليا اه يا مستر هنا last year عندك تاريخ بس وانا اتفعت معك في مراجعة نص المنج الاول لو عندك تاريخ بس بدون وقت بنختار ماضي بسيط الماضي بسيط هو traveled did you اه اه دد فعل بلطجي بياخد الفعل في المصدر يبقى break حتى لو عندك هنا yesterday اه حتى لو عندك yesterday لان اه دد فعل بلطجي بيجي بعد الفعل في المصدر والمصدر بتاع break او فعل بتاعي يكسر يعني هو break اخر اه last year اخر سنة we not about police at school so i decide to go on a volunteering holiday بيقول لك اتعلمنا اه عن التلوث فقررت ان انا اعمل عمل طواعي بص هنا برضو عندك تاريخ في الماضي ما عندكش معاه اي وقت يبقى ده ماضي بسيط learn it الماضي بتاع learn learn it we not on a boat trip i was leaning out of the boat to touch the fish بالمناسبة was يبقى الكلام في الماضي يشتبع على اي حاجة في المضارع goes و go دي في المضارع gun ده تصريف تابت لازم يبقى بله has او have او had وانا ما عنديش هنا يبقى مين الصح wind يقول لك انا كنت رحت في رحلة يعني على قارب واتكأت كده عشان للمس الايه السمك once بشاب بالمناسبة once دي كلمة من الكلمات ده اللي على الماضي البسيط اللي هو ايف مرة من المرات حاجة حصلت زمان يعني يقول لك ان مرة من مرات عائلة آآ آآ كمال آآ فطرت في المطعم يعني ماشي او لانش معلش تغدد في المطعم فده ماضي بسيط يبقى دي او اي دي او اي دي او اي دي او فعلا غير منتظم had بمناسبة have او has او had يعني امتلك او امتلكة بس لو جت مع اللانش او مع الوجبات بتاعت اليوم بمعنى صح بتبقى معناها يتناول تناولوا الغدل. last week وقت في الماضي ما فيش قبله آآ سنسة او فور مفيش معاه وقت او تاريخ او كده ده تاريخ بس في الماضي يبقى ماضي بسيط بريد بيقولك عمل رحلة شقة في الغابة. انا كنت متكي برضو نفس الفكرة لما قاعد الكاميرا بتاعتي ده برضو حدث مستمر والتاني قاطع. وانا بلتقط الصور بتاعت الكسر الالعة اخويا اخويا بدأ ان هو يعايت. فده يا شاب ايه? العيوب بتاع اخويا قطعني او وقف التصوير بتاعي. الا ان طبعا لو انا ما وقفتش التصوير بانا بانقدم اقل لي الزوء اخويا يعايت بيعايت وانا ساوي بيعايت وانا صور. لا. الطبيعي ان هو اكيد يبقى ده ماضي بسيط بدأ ان هو يعمل يعايت. السياح السباحة في البحر. البحر كان سيء او ديرتي قضر متسخ. فما ما استمتعوش. الكلام في الماضي هو يبقى دينت انجوي. طب ليه مش وينت انجوي? لان ما يستطيع ان يفعش اقول مع افعال زي انجوي وفعلي يستمتع فعلي يحب افعال المشاعر دي يفعش احطي له اي انجي. طيب عمي كان عايش او ابن عمي عايش في كستريكا وهو طفل لان عمي كان شغال بايولوجست عالم احياء. فكان عايش وهو صغير الكلام في الماضي طبعا يبقى لفد. فيش حاجة عندي مستمر عشان استخدم وما عنديش وقت وبتاريخ زي ما انتم متعودين. سلمة كيف بتلف حول اندونيسيا لما حصلت ايف رجلها لما كسرت رجلها. حدث مستمر. والتاني قاطع بتاع كسر لفد ده طبعا حدث قاطع يبقى دي او اي دي او اي اي دي او فعلي غير منتظم يبقى بروك. ده الماضي بتاع بريك. ما خلصتش كتان بارح وقت في الماضي يا مستري بقى انت عايز ماضي بسيط. بس الكلام ممفي احنا بننفي ازاي ماضي بسيط عن طريق ديد انتول فعلي في المصدر. عايز بيقول له انت كنت بتعمل ايه وانا بلتقط الصور للكروكوديلز التمسيح. فهنا هو بتعمل ايه حدث مستمر. فيه اتنين ينفعوا ظاهريا. where you doing? you were doing. بس خد بالك. you were doing دي بتبقى جملة منتهية بfall stop. انما where you doing دي جملة بتكون منتهية بسؤال لان احنا هنا عكسنا بين الفعل وبين الفعل. انت عارفين الطبيعي بنبدأ بالفعل وبعد كده الفعل. هنا احنا عكسنا جبنا الاول الفعل وبعد كده الفعل. عملنا مقص زي ما قلنا بنعمل في عدد كده يا شباب. فطبعا بما ان هنا عندي علامة استفهام ده سؤال يبقى where you doing هي الصحة. جدة احمد كان يبدو عليها ان هي تعبانة لمزوناها يبقى السيم بفعل السيم دي يبدو من ضمن افعال الحالات والمشاعر والحواس. اللي ما ينفعش ابدا ان نحط لهم اي نجي بنحط لهم دي او اي دي او اي دي بما ان هنا كمان عندي يستر دي في الماضي. علي دايما كان آآ بيتمشل الشغل وهو صغير. طبعا الكلام في الماضي فهي عادة في الماضي. عادات في الماضي ماضي بسيط. الماضي بسيط هو وجد. حسن ما قدرش يجاب على التليفون او يلد على التليفون لانه كان بيخص العربي بباطع حدث مستمر يبقى ووز واشنج غسيل عربية حدث مستمر. وهي بتدرس انا كنت وفرها على التليفزيون حدثين والاتنين مستمرين يبقى ماضي مستمر ووز واتشنج. امبارح بالليل كنا بنراجع لامتحان الانجلش لما النور قطع حدثين المراجعة والنور قطع وهنا بيسألك على المراجعة فعل جاي من كلمة مراجعة الحدث ده كان مستمر والنور اللي قطع هو اللي اوقفني يا مستر يبقى وير ريفايزن. بالمناسبة هنا وير لانه عندي وي. وي بتيجى مع الجامعة والجامعة هو وير مش ووز. وهو طالب كان بيكتب قصو ويل هي از. ليه يا مستر از? لان از يا شاب معناها هيكون افعال الحالة اللي بتوصف الانسان ما ينفعش حطيه لها اي ان جي فويل هي لا مع اليش بقى هنا مش تبقى ازا تبقى ووز لان الكلام في الماضي وال حي ووز طبعا الكلام في الماضي فايبقى محتاجين الماضي. اس ده مضارع。 ووز ده الماضي. اسناء نومي. خد 비لك نومي ده. يعتبر الناوين. الملي كان بيجى مع الاسماء. اللىじ كنت بيج مع الاسماء. اللي ااخره فمش هينفع نيجي ببعضها الي اي ان جي كلمة اي? ديورن. طبعا هو ديورن كلمة على بعضها بس انا عشان افضل مفقرك بيها. انما دي اللي كان بيجي بعدها ايه? لما وصلت المباراة كانت انتهت لما وصلت يعني عندما عندما وصلت المباراة كانت لانه طبعا انتو عارفين وان يعني ما بيجي بعدهم لواحده كده يعني ما يجي بعدهم ووز او وفرب اخر وانجي. وديوني بتاخد وانا هنا ما عنديش نوعنا عندي هنا جملة كاملة. فلما عندما وصلت للاستاد المباراة كانت انتهت. انبارح انا كنت وفرج على مسرحية صع عشر تاريخ ووقت ماضي مستمر ووز واتشنج. لما كنت مريض خسرت وزن كتير. هنا نفس الفكرة. هنا بيقول ان هو كان مريض بيوصف حالته يا مستر. فافعال الوصف زي از كده او 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 وز او وير اللي هي الحالة يعني. لازم ما ينفعش احطي الانجي فتبقى واز لوحدها. وانا منتظر القطار على المحطة قابلت حد من صحابي دول حدثين. الانتظار وانا قابلت حد. الانتظار ده حدث مستمر المقابلة قطعتني او وقفتني. هنا بيسألك على الانتظار يبقى وانا منتظر. في الماضي الناس كانت معتادة سفر على الجمال. هنا ترافل فعل في المصدر يبقى يوز تو بس. لو كان ده اخر اينجي كنت جبت يوز تو قبلها اما وازا وار زي هنا. هو دخل عربيته ساق على الطريق. هنا اخدت بالك من فعل ايه? جوت. جوت يعني الماضي بتاع جاتي. يبقى الكلام في الماضي. لما جزء في الجملة ماضي تكملت الجملة بتكون ماضي ده حاجة اسمها توافق الازمانة. اخيرة اينجي مش ماضي. اخيرة اي 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 مش ماضي. اخيرة اي مش ماضي. مصدر مش ماضي. هي المصدر بتاعنا. اشتغلت لمدة اه خمس ساعات الاسبوع اللي فات كل يوم دي عادة عندي كانت الاسبوع اللي فاتة يبقى العادات اللي في الماضي بتاخد دي او اي دي او اي اي دي. حدسة بشع حصلت في شريعنا مبارح تاريخ بس من غير وقت يبقى ماضي بسيط. مونا في المدرسة اه مونا نقط ات سكول يستردي اشي واز ابسنت. مونا كانت ابسنت كانت غيبة. فعايز يقول لك هي فعل شابه هنا سي يعني يرى. هي يرى في المدرسة لا هي متشافتش في المدرسة. يعني مش هي اللي عاملت الفعل هي واقع عليها الفعل بقى دي جملة مبني المجول. مبني المجول يبقى اي مو از او ار او والتصريف التالت. هنا يا مستر عندي والتصريف التالت بس عندي النفي بتاعه اللي هي جاي من فعل سي يرى. وانا بذاكر الدروسي النور قطع. ده حدث طبعا قاطع موضي بسيط. هو كتب الخطاب وبعته بواسطة الايه البستة يعني او الايه البريد. sent الكلام ده في الماضي. طبعا جزء في الجملة ماضي لازم بقى عادة تبقى ماضي. is the مضارع. write the مضارع. write the مضارع. wrote هي الماضي بتاعنا. وانا في الاجازة كنت دايما بلتقط الصور دي عادة في الماضي يبقى talk. ماضي بسيط. he doesn't play tennis but he not to do that in the past. هو ما كانش. او هو مش بيلعب تنس. he doesn't play tennis مش بيلعب تنس دي دي. لكنه كان معتاد ان اعمل حاجة زي كال زمان. but he used to do that in the past. لما الحرامي كان بيحاول ايه هرب بتقابض عليه? ده هنا فعل الهروب وفعل الابض عليه. حدث مستمر والتاني قاطع. بيسألك على فعل المحاولة. was trying. i not my lunch when the phone rang. ان انا الغدا بتاعي لما التليفون رن. كنت باكل لما التليفون رن. ده حدث مستمر والتاني قاطع. الاكل ده كان حدث مستمر. was eating. on ومش بعدها اي فعل يبقى انت عايز فير باخره i in j يبقى saying. a would rather لما يجي بعدها فعل بنجيب ماضي بسيط. كان فيه قبطة على الباب خلال وقت الطعام. lunch time. lunch time يعني وقت الغدا. lunch time يا مستر اني عندي وقت الغدا. يعني ده ناوين. يبقى انا عايز اللي بتيجي مع الناوين. اللي بتيجي مع الناوين هي during الاخره i in j اصلا. وانا بتزوق الطعام بقية اتلاسع. هنا فعل يتزوق تيست. افعال الحواس والمشاعر والحالات وكل الكلام ده. ما ينفعش نحط لها i in j بنحط لها d او i d او i d بقى تيستد. هند عايشة في اسكندرية بتناوشي نقط. كانت عايشة كانت معتادة تعيش في اسكندرية. لكن دلوقتي هي مش عايشة بتناوش يا اما don't يا اما doesn't طبعا شي بتاخد doesn't. did you go out last night or not you basically? هل اه خرجت برة امبارح ولا كنت مجهول? كنت يا مستر اه يكون? بس دي في الماضي. اه ماشي حلو. بعد كده وين اي مات سامي يسترديلا مقابلت سامي امبارح كان رايح المستشفى فانا عرضت عليها اروح معي كان هو رايح للمستشفى حدس ايه مستمر يبقى was going. ده unit one تعال انا بص على كانت المضارع البسيط بقى present sample. اه انا بتعشة كل يوم الساعة تمانية دي عادة في المضارع فش اي حاجة بتدوله على الماضي عادة في المضارع ده المضارع البسيط اه اس او اي اس او اي اس او مصدر هنا اي من ضمن الاربع ده اللي مش عارف عشان دي هنشتغل بها كل شوية. هي وشي وقت دول تلات ضمائر بياخدوا فعل اخر اس او اي اس او اي اس. انما اي ووي وزي ويو دول الاربع دمائر بياخدوا الفعل في المصدر. فهنا اي من ضمن الاربع دمائر يبقى ايت. بقرأ او اخويا بيقرأ الجريدة كل يوم او كل صباح دي عادة في المضارع يبقى اس او اي اس او اي اس او مصدر. عندي الاتنين بس اخويا عوضت عنه بهي لانه ولد يبقى ياخد فعل اخر اس لانه من ضمن التلات ضمائر. الكاميرا بتستخدم في التقاط الصور. اكيد مش الكاميرا بتستخدم نفسها الكاميرا بتستخدم. يبقى دي مبني للمجهول. او 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 وز. او وير والتصريف التالت. فعندي هيا مصدر هنا از يوز. الارض بتليف في حوالي الشمس دي حقيقة علمية. الحقيقة العلمية بتجي مع. مصدر حاس النقط كمز ليت. خد بلك هنا كمز اخرها اس. فانا محتاج انفي بحاجة مش البلطجية لان دوزنت و دونت لازم بيجي بعضهم المصدر. فايه اللي كان بينفي غير دونت او دوزنت وبيجي بعضهم الفعل اخر واضافات كانت كلمة never. what time you usually go to work? هنا مستر يو بيسأل سؤال في المضارع يبقى do or does you بتاخد do? what time do? رابط as soon as ومستقبل رابط ومستقبل يبقى انا عايز مضارع مضارع يبقى فعلة في المصدر finish. الانجلش بيتكلم في العالم لا الانجلش بيتحدس به في العالم دي جملة مبني لما جول am is or was where تصريف تالت is spoken. اسلام دايما ايه اسلام بيجي دايما بواسطة البس دي عادة في المضارع اسلام بيعوض عنه بيه بقى ياخد فعل اخر واس يبقى comes. used to هنا قبلها مين? ار واحنا اتفقنا لو used to قبلها اما وازا وار نجي بعدها اخر واي نجي. الدرس بيبدأ الساعة تسعة بكرة الدروس بيكون لها جداول ما معيد. جداول ما معيد بتاخد فعل اخر اس او اس او اي اس او مصدر. هنا عندي الاتنين. عندي start وعندي starts. بس الدروس او الدرس هنا مفرد. فيبقى انا عوض عنه بات وات من ضمن التلات دواير تاخد اس. احمد مش بيستمع ليا ومش بياخد نصيحتي. and never takes my advice. طبعا never عشان عندي takes اخرها اس. ما نفعش doesn't. لان doesn't هيجي بعدها الفعل في المصدر. دايما النورة بتكون سعيدة ومبسوطة ومش عارف ايه. is always. بالمناسبة يا شباب الكلمات الدلة زي always بتيجي بعد verb to be. بعد verb to be. وقبل الفعل الاساسي. بعد verb to be. قبل الفعل الاساسي. فهنا او verb to be. الكلمة الدلة جاي بعده. كعادة بابايا بيصحى بدري كل يوم. طبعا بابايا ده مستر عاوض عنه بهي. هي من ضمن التلات دمائر ياخد gets. هو ندري ما بييجي المدرسة متأخر يبقى هو بيجي دايما بدري. يعني عادة او غالبا. scientist not useful things for their countries. العلماء. هيكونوا اشياء مفيدة ولا هيعملوا اشياء مفيدة هيعملوا. هيعملوا. يبقى do. يبقى نشطب على r لان r دي معناها يكون. نسأل بقى نفسنا سؤال الكلمة دا اللي هنا always جاي مع فعل اسمه do. ده مش من ضمن verb to be. احنا اتفقنا. الكلمة دا اللي تيجي بعد verb to be. وقبل الفعل اساسي. قبل الفعل اساسي يبقى always do. قبل الفعل اساسي. هو ده فعل اساسي. مستر محمد عايش فين does. عشان السؤال وفي المضارع do او does. مستر محمد ده عاوض عنه بهي. ويه بياخد does. ملك never not applies. طبعا never. مالك او ملك او اي ان كان. مالك ده او ملك عاوض عنه بهي او شي على حسب بقى هو ملك ولا مالك او اي ان كان. يبقى فعل اخر اس او اس او اس خصوصا انا عندي هنا never. never مش بتنفي او مش بتشيل اضافات يبقى tells. السؤال في المضارع do او does يبقى do you see. السؤال برضو في المضارع do او does. فdoes وdoes. نشطب على دي نشطب على دي. الفكرة بقى فيها يا شباب هنا في تكوين السؤال. does begin the film. وdoes the film begin. للي مش عارف تكوين السؤال بيكون كالقاية دي. اداة الاستفام بعد كده فاعل مساعد بعد كده فاعل بعد كده فاعل اساسي. فلو سألنا نفسنا انا عندي اداة الاستفام الفاعل المساعد ضصف الاثنين. بعد كده الفاعل هو مين الفيلم وبعد كده الفاعل السؤال هو بيجين يبقى دي الصح. هنا هو عاكس بين الاثنين. islam away دايما بياخد اجازك كده مرة او مرتين في السنة دي العادة بتاعته يبقى usually goes او goes usually. اتنين ينفعوا ظاهريا. بس مين شطور يقول لي هنا goes ده فاعل اساسي. واحنا عارفين الكلمة ده اللي بتيجي قبل الفاعل اساسي وبعد verb to be. الجزمة طبعا دي جمع. الجمع يا مستر يبقى تاخد فاعل في المصدر يبقى cost. بس هنا likes اخيرها اسف انا محتاجة انفى بكلمة غير don't او doesn't يبقى never. انا مش فاهم هل انت فاهم? i don't understand. طبعا الكلام كله منفي. i بتاخد don't مش doesn't. النوع ده من الزلازل مش بيحصل كتير خد بالك هنا انا هابن في المصدر هو فا احنا محتاجين ننفي بكلمة بتاخد الاضافات يبقى don't او doesn't. هنا الزلزال ده مفرد والمفرد بنعود عنه ب it و it بتاخد doesn't. انا عندي شعر اشقر وعيون زرقة انا عندي i have. لو هي وشي و it تاخد has. زي هنا ابراهيم عنده ست اخوات فيبقى هنا ابراهيم has. الام اي و we اللهمة الاربع دمائر i we with they we بياخده have. he وشي و it بياخده has. فهنا ابراهيم عوضت عنه به. هي من ضمن التلت دمائر ياخد has. نيجي بعد كده. محمد صلاح بيلعب في liverpool اه طبعا دي حقيقة عادي يبقى blaze. طبعا عشان محمد صلاح عوضت عنه به. سنة 2017 تاريخ في الماضي بدون اي وقت يبقى ماضي بسيط moved. do ده فعل بلتجي ياخد الفعل في المصدر eat. when the rabbit is going to be the قاعدة بتاعت المستقبل. رابط ومستقبل يبقى انا عايز مضارع. المضارع يا mister she believes. theme الاف من الناس جمع يبقى R. tv presenter يعني المزيعة اللي في التلفزيون. ليه الزوار بتوعها بطريقة لذيذة. بص يا شباب بقى السؤال ده مهمة قوي. هنا احنا هنعوض عنها بشي. فالطبيعي ان الشي تاخد اس او اس او اس لو في المضارع. انا ما عنديش هنا اس او اس او اس. يبقى كده الجملة دي في الماضي يبقى talked. لعني مش هينفع اقول talking لوحدها. talking الاخر او اي جزن بيقابلها ام او اس او ار او ووز او وير. ومش هينفع هنا اقول R talking لان هو مش بيقول دلوقتي حالا. لا ده هو بيقول هي بتتكلم. R talking دي استدمها لو كان عندي كلمة now الان. your cousin not at the community center last summer. الكلام هنا في الماضي يبقى هلبد. الشباب teach يعني بيتعلموا او يعلم علش ان هما يكونوا biologist عالم احياء. هل الشباب هيعلموا نفسهم. لا الشباب هيتعلموا دي جملة مبني المجهول. am is are was where تصريف تالي. يبقى are taught. التصريف التالي بتاع teach هو taught. the community to look after the lines. بيقولك ان المجتمع بيتشجع انه اه هيعتني بالقصود. يبقى اذن كارش برضو مبني المجهول. كده مش بيشجع نفسه. الاسود مش بتتقتل زي زمان. فهنا الاسود جمع. جمع يبقى انت عايز تشطب على اذن. تشطب على doesn't. don't kill و are not called. الاسود بتقتل نفسها لا الاسود بيتقتل مبني المجهولة ب- aren't killed. انا كنت اتعبان المبارح was so tired. الكلام في الماضي بام او is-are was aware ام اى مضارع was where ماضي. اااااااااااااااااا هنا عندي ماضي بسيط يا مستر عايز يقولك انا شعرت بالنوم الساعة آآ يعني بعد آآ الساعة تمانية الساعة تمانية ونص كده شعرت ان انا عايز ايه انام. فهنا يا شباب طبعا آآ خدوا بالكو عشان ده مهمة قوي. طبعا دي يعني يسقط ملاش علاقة بينا خالص. ده الماضي بتاعها ايه يا مستر بقى الماضي بتاعها فل. انما فيل يشعر الماضي بتاعها فلت. لو عايز تقول شعرت اسمها ايه يا مستر فلت. انما هنا التعبير اسمه فول اسليب بالماثبة اللي مش عارف. التعبير اسمه فول اسليب يعني يقع كده وينام من طوله. فالماضي بتاع فول اسليب فل اسليب. الفلوس يعني يحضر للمنطقة بواسلت السياحة. الفلوس احضرت نفسها الفلوس احضرت يبقى تصريف تالت. هنا عندي الاتنين ينفعوا ظاهرين. بس الفلوس لا تعد والاسماء التي لا تعد بتاخد از مش ار. عمر مش بيدخن فعشان كده ودائما فت. وانا عارف ان الافعال البلطاجية بتاخد الفعل في المصدر يؤمن الصح. لما الساعة كانت تمانية انا شفت بيرنامج بيتكلم عن مصري او دكتور مصري مشهور على التلفزيون. لان هنا فعل السيارة وافعال الرؤية والحواس والمشاعر التي تعرفين الحواس زي الشوف والتزوق والشام كل الكلام ده بياخد ماضي بسيط يبقى ايسو. احنا بنعمل اه احنا بنعمل كده معايدة الاخوية. هل تحب تساعدنا? هل هنا الكلام في المدارع دو يوونت. اما دوز هي وانت مسلا بستمعنا هو بيتكلم هنا دو دوز لأ ما عنديش غير دو كده كده. طب مستر ليه مش وانتنج ليه مش اريو وانتنج لان فعال وانت يوريد ما يفعش حطوله اينجي هتاخدو الكلام ده ان شاء الله في تانية سنوية فحاجة اسمها الافعال الاستاتف افعال بتات الحالة. اختي بتستمتع بالعمل مع الاطفال واختي انجويز تستمتع اختي طبعا عوضت عانا بشيه. بعد ما بابايا يخلص شغله وهياخدنا ودينا النادي. يخد بلك هنا رابط مستقبل يبقى انت عايز مدارع بابايا عوض عنه بهي تاخد اسم. اه هل انت فان مدارس بيقول ايه? دو يوندرستاند. الكلام في المدارع عادي فيش اي حاجة بتدل عن مدارسة حتى هنا السيزة. عالي دايما بيتماشر مدرسة او بيتماشر الشغل وهو صفحة. سؤال زي كده مشوية عادة في الماضي يبقى ماضي بسيط وجد. سنتين في الماضي بقى ستارتد. بابايا شغال في وسط المدينة دي اه حقيقة عادي او عادة بالنسبة لنا يبقى مي فازر بوركس. لما يجي بعدها فاعل ماضي بسيط بلايد. الناس يعني يعطي وظائف بواسطة المنظمة. الناس هيعطي وظائف بواسطة المنظمة. لا الناس هيخدوا وظائف بواسطة المنظمة. يبقى تصريف ثالث. الناس جمع تاخد ار. اتفقت معك. لو عندك مدة زمنية وقبلها ذا غصب عندك تختار في تغيرات في العالم مؤخرا كلمة لاتلي يا مستر. هنا بيقولك شايف في تغيرات في العالم مؤخرا. حد عارف امتى بالزبط انا اتفقت معك. ان المدارع التام بنستخدمه. لو عندك وقت في الماضي. او لو عندك جملة مفهاش تحديد وقت بالزبط. واصلا كده كده كلمة لاتلي بتدل على المدارع التام. المدارع التام بتكون من has او have. والتصريف الثاني بقى have been. عايز يقولك هي سابت الشغل من ساعة فاتت. هنا عندي وقت اهو. بس قبله مين فور يبقى has left. she has left. he lost went on holiday. نقط هي was still a boy. بيسألك الفرق بين فور وسنس. احنا اتفقنا وبعض بنحط كلمة لمدة. لو ماشي معايا لمدة اختار فور. لو مش ماشي اختار سنس. فهنا هي was still a boy. هو كان لسه طفل. في حاجة اسمها لمدة هو كان لسه طفل. مش ماشي معايا. يبقى سنس. هل شفت المطش? قال له انا اتفرجت عليه مبارح. ها الكلام في الماضي هنا مستر يبقى يسو. he come back home هو لسه راجع البيت. he has he has just come back home. احنا اتفقنا مع بعض. has والتصريف التالت بنحط الكلمة الدلة فين في النص. الكلمة الدلة ممكن تبقى زي just already whatever whenever. طب مستر ما هو already هنا has? لا ما تنفعش هنا العكس. و just هز هنا برضو العكس ما تنفعش. لازم الكلمة الدلة تيجي في النص بين الاتنين. هنا تصريف تالت اهو. فانت هتجيب الكلمة الدلة هنا. وهاز او هف هنا. I have not tried seafood. انت بص هوا مسلا عندك هنا هف او هز تصريف تالت. يبقى انت تحط الكلمة الدلة في النص. عايز يقول لك الاكل البحري. جربته يعني. وما عنديش اي رغبة اجربته. بقى انا عمري ما جربته. I never tried. I have never tried. اعتقد ان كمال واحد من اكتر المدرسين اللي انا آآ آآ عرفتهم مؤخرا. اكتر المدرسين الملهمين اللي عرفتهم مؤخرا. I have ever know. عرفتهم على الاطلاق. كلمة recently بمعنى مؤخرا. بس نفعش آآ كلمة recently في النص. احنا عارفين اللي بيجي في النص زي كده. هو حاجة من بص خد بالك. يعني هنا بص. الناس هتقول لي مثلا عندي زا. وبعد زا عندي وقت. لا ده مش وقت يا ولا يعني الاجتماع. هنا بيخرج بين سنس وفور. في حاجة اسمها لمدة الاجتماع الاخير مش ماشي معاك برافو عليك يبقى سنس. انما فوق هنا كان جايب زا آآ بس زا بعدها وقت. فهنا بنختار فور. لكن هنا جايب ميتنج ملاش علاقة. انت خلصت الشغل لوحدك انا مش بلاقي فيه سؤال قبله. سنس لو النهط بعدها اخترنا اتفعنا بعض تقاماضي بسيطي بقى وانت. لو النهط قبلها بتبقى مضارع تام زي كده. خلصت الواجب لوحدك او الشغل لوحدك انا مش مصد. احنا اتفعنا السؤال بتاع المضارع التام حاجة من التلاتة. يا آآ يت بتيجي في سؤال مش عارف اجابته. يا قريدي بتيجي في سؤال عارف اجابته. ومستغرب يا افر بتيجي في السؤال عن الخبرات والتجارب. فهنا انا مستغرب اي كانت بالفعل يعني. صار ضياعة البسبور بتاعها تاني. دي تاني مرة ده يحصل. هنا يا شاب هل وضح لك الحاجة دي حصلت امتى? لا ده مضارع يا مستر تام لاني ما عنديش وقت حدوث الفعب يقولك ده تاني مرة تحصل. طب انت عارف امتى بالضبط? لا ده مضارع تام يبقى هذا اوها في تصريف ثالث. بص هنا يا شاب بقى كل يوم الاسبوع اللي فات دي كده عادة في الماضي عادة في الماضي يبقى ماضي بسيط. بيخرج بين سنس وفور مسلا هنا. لو مسلا نستبعش بيخرج بين سنس وفور. تعال انت رجمه كلها. يعني سفرت في الخارج. فهلا اقول مرت اكتر من عشرين سنة عندما سفرت في الخارج? لا. مرت اكتر من عشرين سنة قبل ما سفرت في الخارج? لا. مرت عشرين سنة اسمع ما سفرت في الخارج? لا. طب مرت اكتر من عشرين سنة منذ ان سفرت في الخارج? اه يا مستر سنس. النقط قبل مضارع تام. انا ضيعت بصبوه. حد عارف امتى? لا يبقى ده مضارع تام. لو النقط بعدها يبقى ده بسيط مت. لو النقط قبلها يبقى ده مضارع تام. انا اه عايز يقولك انا ما روحتش لجنينة الحالات قبل كده. اي هاف نيفر بنتو زازو بيفور قبل قبل كده. بلال مش موجود هنا يبقى هو راح للدنتست يبقى هو راح ومرجعش. قلتلك ان في بين فيها اتنين اي راح ورجع جن فيها اي واحدة راحت ومرجعتش هو كده هو مش هنا يبقى هو راح ومرجعش يبقى جن. اه سنس لو بعدها يبقى ماضي بسيط. ده احسن كتاب انا قريته على الاطلاق. اي هاف ايفر ريد. ما ينفعش يا مستر طبعا. نيفر لاني معناها ما قريتوش. ده احسن كتاب ما قريتوش وفيش حالي اسمها كده. علي اه اه احمد عمل حاجة او ازا رجله فمش هيقدر يلعب كورة. حد عارف هو ازا رجله امتى? لا ده مضارع تام. هز هرت. نبيلة مش قادرة تشوف لانها ضرعت من ضررتها. حد عارف اه ضرعت من ضررتها امتى? لا ده مضارع تام. اه بيقول لك ان هبا ازكى بنت شفتها على الاطلاق. اي هاف ايفر سين. اه بيخرج بين سنس وفورج. يعني اتخرج. في حاجة اسمها لمدة هو اتخرج. لا امونزو ان تخرج سنس. خلصت الواجب بتاع الانجلش بتاعك. هنا بيسأل ومش عادة الاجابة يبقيت. لو عارف الاجابة مستغرب قريدي. لو بيسأل عن خبرات التجارب ايفرد. لو مش عارف ايجابة يبقيت. بص هنا بقى. بداية السنة ده وقت. قبله مين زي بقى فور اوتوماتيك على طول. حمدي راح لانجلترا وهيرجع الاسبوع الجاي. هو راح ولسه مرجعش يبقى اللي فيها اي واحدة بس. لو النقط قبلها مضارع تام. هز لفد. بس باك من كلمة براكت دي تشتوب عليها. اه الجملة هنا النقط في الاخر والجملة منفية عن طريق مضارع التام يبقيت. احمد راح لندن هيرجع لسه الاسبوع الجاي راح ومرجعش يبقى. طب مستر ليه مش هاز جون بس لان اسمها هاز جون تو او هاز بين تو. يو كان سي عالي ناو تقدر شوفها عادي دلوقتي لانه لسه واصل البيت. لسه واصل. كلمة جاية في النص اهي من هذا اوها في التصريف التالت. اخويا الصغير زعلان لانه كسر اللعبة بتاعته مفضلة. حد عارفة وكسارة امتى? لا اه ده مضارع التام. مضارع التام هاز او هاف تصريف التالت يبقى هاز بروكن. الجملة منفية والنقط في الاخر يبقيت. عندنا اكل كتير في البيت لان ماما اه ايه من المحلات من الشاب من المحلات يعني. مية شاب يقول احنا عندنا اكل دلوقتي يركز ما معيه هنا كويس قوي. احنا عندنا اكل في في البيت بتاعنا دلوقتي. ماما راحت لسه تبقى كده ما راحت ورجعت ولسه ما رجعتش لقى كده ما راحت ورجعت بما اننا عندنا اكل في البيت. راحت ورجعت اللي فيها اتنين ايه بن. بص يا مستر هنا في بن. وهنا في بن. وهنا في بن. مسان عارف ان يات ما ينفعش تجي في النص. فجاست ونيفر ينفعه. بس معناها ما راحتش لقى يا مستر هي هاز جاست بن. مش هنقدر نروح البيت بالباص لان اخر باص لسه ماشي. حد عارف هو مشي امتا? لأ ده مضارع تام. هاز جاست لفت. الكلمة ده اللي هنا جاية في النص اهو. بلال مش جعان لانه اكل. حد عارف هو اكل امتا? لأ ده برضو مضارع تام. الحداث اللي بتحصل في الماضي ومعرفش حصلت امتا بالزبط بتبقى مضارع تام. ردوة دازينت نوات فلاينج از لايك شي نقط اه هيا مش عارف عن ايه الطياران يبقى وعمرها مطارت. عمرها مطارت قبل كده. قال له انت عمرك رحت اسوان قال له انا كنت هناك سنة الفين وعشرة. تاريخ في الماضي قبله ان عادي يعني يا مستر. يبقى دا ماضي بسيط. منذ ان اصبح مشهور في مصر. الناس ترجمت كتبه للغات كتيرة. طبعا انت عارفين هنا يا شباب الجملة اللي بعدها ماضي بسيط. وهنا عارفين لما بتيجي كرابط بين جملتين. جملة بتكون ماضي بسيط. والجملة التانية بتكون مضارع تام. المضارع التامية مصطر يبقى have translated translated. يعني ترجي nothing like this مفيش حاجة زي كده حصلت لها قبل كده. بالمناسبة شباب nothing يبقى الكلام منفي. يبقى اشتبع على ايه حاجة منفية. لان نفي نفي اثبات. هنشتبع نفر. هنشتبع على النط. هيتبقى انا مين ومين has ever happened. have ever happened. مين شطول يا شاب يقول لي هنا. زيس يبقى الكلام مفرد. مفرد يبقى have? لا مفرد يبقى هاز يا مستر. يدفى اخر الجمل بقى ده مضارع تام منفي. I haven't met. شعر حامد مبلولي بقى هو اخد شهر. حد عارفه اخد شهر امتى? لا. دي بقى حاجة مضارع تام. هي has just. اه بس خد بقى هنا has just had. has والتصريف التات و just في النص. بص هو last time. وقت. وقابله زي بقى four. لكن لو كان meeting زي اللي جات لها ما شوية بس انسة عادي. حدثة حصلت في طريق اسكندرية. الحدثة ما عاملت شاب سال حدثة حصلت يبقى ده مابني المجول. آآ هıyorum. والتصريف التالت يا مستر وبين والتصريف التالت. صديق يلسه واصل المطار بتاع القاهرة من ديئة. ده معنى انه هو لسه واصل. هاي هاي مرده كلمة جاية في النص اساو. عم يشتغل كتاكسي درايفر سواق تاكسي لمدة عشر سنين دلوقتي هو شغال في مصنع ملابس كبير. هنا مستر كان شغال في التاكسي. خلاص الحاجس ده حصل وانتهى وخلاص دلوقتي بقى شغال حاجة تانية فدي حاجة حصلت الماضي وانتهت. انت مش محتاج تعمل اكل لان تبخت واجبة بالفعل. طبعا انت عارفين كلمة كلمة دل على المضارع التام. المضارع التام هزا اوهاف تصريف تانية. ده كده يا شباب حل ملزمة الاوانية بتاعتنا بالكامل الحمد لله سؤال سؤال مسكناه كده والاسئال اللي فيها تشكات حوالي نشروحها واحدة واحدة عمال هنا. حتى لو الاسئلة بتاعتك دي انت ما كونش حالها اصلا فرجتك على الفيديو الحد هنا والله الع عظيم فرقت جدا جدا معك لانك سمعت شوية قواعد وفهمت شوية اسئلة باذن الله ممكن تيلك زيها في الامتحان او تيجي لك هي هي في الامتحان زي ما عملنا مع آآ زماعين لفتانية سنوي. فيبقى انت استفدت وقدرت ان انت الحمد لله تغطي نص المنج الاول يونت وان وتو سري. تعريبا احنا حلنا حوالي متين وخمسين تلتمية سؤال في الفيديو ده. طبعا دي نسبة كويسة جدا جدا لو دخلت بها الامتحان بتاعك. اتمنى بقى يعني اتحول الى حد ما ت اتبصي الفيديو لزماعي لك اه ابعت لهم اللينك اقول لهم بص يا مستر اقول لهم بص يا مستر حل هنا تعريبا تلتمية سؤال او متين وخمسين سؤال. فاللي فيكو عايز يحل في ليلة اللي امتحانه ده طعم بيكون مهم جدا جدا. يتفرج على الفيديو ده هيفرق معاه جدا بازن الله. وان شاء الله يكون اغطى لك كل اه نص منج الاول يونت وان وتو وسري. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم.